ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأول لمجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تشكيلة جديدة بحضور عدد من الوزراء وخلال الاجتماع تم استعرض عدد من أنشطة عمل الصندوق خلال عام 2023 كما تمت الإشارة لجهود الصندوق في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يتم العمل على تنفيذ مبادرة قرية بلا إدمان في القرى المستهدفة وتنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة في 740 قرية داخل 18 محافظة حتى الآن